بدايةً سبب إنشاء هذا المشروع أنه أنا كنت إنسان رياضي قبل 2008 بعد إصابتي وصار عندي إصابة فوق الكوع هذه إصابة طبعاً منعتني أن أنا أمارس اللعبة هذه لأن اللعبة هذه بتحتاج إلى إيدين تنتين بالكامل لذلك الإصابة منعتنا بالكامل فالمنع هذا سبب عندي في الإصابة الضمور العضلي الضمور العضلي هو هدم الخلايا العضلية فصار عندي هدم من الجهة اليسرى نصف الأيصر بالكامل من الأمام ومن الخلف صار عندي تقريباً جلدي وعظمي لذلك أنا هذا كان مؤشر خطير جداً لجسد إنسان رياضي ويحب رياضي وكذا أوك لكن بعضر لكن في لاحظة ما كنت بعد ما أفعله أتوجهت لعيات الوكالة كانوا يربطوا لإحبال ويضعوا فيها أوزان ويحركوا ليها بطريقة هذه لتنشيط الخلايا العضلية من هنا أعرفت أنه لعبة كمال الأجسام هي بالفعل ممكن إعادة تأهيل العضلات لذلك في اللحظة هذه رح تتوجهت لأندي رياضية مرست فيها اللعبة بشكل جزئي وبسيط من الجهة اليسرى لما أنا طورت فيها لما شعرت النوع من التطوير في الجسد عنده وأنا داخل الأندي رياضية أصبحت أنا وأيقنت أنا لابد أنا ما أفارق الأندي رياضية لما الله عز وجل وفقني وفتحت مشروع قمت أنا بتصنيع جهاز بسيط هو جهاز من القماش المقوى يختص بي أنا يختص بشناكل في زوايا معينة لإصبح جسمي جسم متناسق متهندس 100% هذا الجهاز الحمد لله رب العالمين ما كلفني كثير إنما هو إقماش مقوى من الشونات والحبال وأربطة أنشأت المنشأ الرياضية هذا وأصبحت أنا مدير النادي هاي طبعا أنا أنشأته خلال سنة الإصابة كانت عندي في 2008 اليوم إحنا في 2021 تقريبا إلى 13 سنة وأنا بمارس اللعبة هذه فيها تعلمت زوايا العضلات الأربطة تعت العضلات الأنسجة تعت العضلات المرابط المرافق المفاصل الأعصاب كله يتها 13 سنة هذا كانت عندي خبرة واسعة جدا في هذا المجال لاستخدامي أنا الشخصي فاستهدافت في هذا النادي بالأخص أساعد الناس الأصحاب الذوي الأعقل خاصة لأن أنا جربت على نفسي خلال فترات من سنين فالنادي كان عنده أنا في عدد لبأسة به من الناس أصحاب العقل خاصة اللي مثلي اثنين المفاجأة أنه أنا كمان بدرب ناس أصحاء أتمنى أنه الله عز وجل يوفقني وأزرع طرف صناعي ديجيتال أمارس في حياتي من غير الجهاز اللي فيه حبال وارباط وكلب شات شكرا